طور مخترع يابني نموذجاً أولياً لشاشة تلفزيون قابلة للعق يمكنها عكس نكهات الطعام عبر الجهاز المسمى تيست ذاتي في يستخدم عشر علب نكهات ترش معاً لتكوين مذاق طعام معين ثم يجري لف عينة نكهة ووضعها فوق شاشة التلفاز المسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها هومي ميشايتا الأستاذ بجامعة ميغي في توكيو يقول أنه في عصر كوفيد-19 يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا أن يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي لم نتمكن من تناول الطعام في المطاعم بسبب ظروف الحجر الصحي ولطالما أردت تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة حتى يتمكن الناس من تجربة أي طعام أثناء وجودهم في المنازل طعمها مثل شوكولاتة الحليب حلو ولذيذ اشتهت في عصر كون جون